اشتركوا في القناة وكلنا عارفين انه من اهم ملامح فترة الاضطهاد الروماني كانت الشخصية بتاعت ديقليديانوس وحتى سميت الفترة بتاعت الاضطهاد بتاعه بالاضطهاد الكبير الاساس الدكتور بروفسور يوحنان سيم هيكلمنا حوالين شخصية ديقليديانوس وازاي ان هي شخصية خطيرة جدا في التاريخ المسيحي وازاي كان الاثار بتاعت الاضطهاد بتاعته في كل انحاء الامبراطورية سواء من حرق الكنيس او حرق الكتب او المراسيم بتاعت الاضطهاد بتاعت الهدم او التقديم القرابين للاوسان او حرمان العبيد المسيحيين من حريتهم او العذابات اللي وراها لي رجال الدين وسجنهم حول هذه الشخصية ندرس معا مع الاستيس دكتور يوحنان سيم شكرا يا ابونا واول حاجة نقولها عشان نعرف شخصية ديقليديانوس لازم ننسى شوية الحاجات اللي احنا قرناهم في ساري قدسين ونبتدي ننسى الموضوع باكسر موضوعية قبل ديقليديانوس كان فيه فترة اسمها فترة الراحة الكبرى للكنيسة من اول الامبراطور جاليانوس وعدت حوالي عشرين سنة لكن الفترة دي كانت فترة من الفوضى لدرجة ان كل عندنا امبراطور حاكم الامبراطورية الرومانية لمدة يوم واحد وتاني يوم اتقلب ودي يعني كان في الدول في امريكا الوسطى وامريكا الجنوبية كان يقول لك اكتشفوها من متين سنة وقاموا فيها حوالي متين وخمسين انقلاب هم عبارة عن اربع عساكر بيحششوا جنب الدبابة واللي يفوق فيهم الاول ياخد الدبابة ويروح يشير الرئيس ويبقى هو الرئيس بتاعه فده كان النظام اللي موجود في ايام ما قبل الامبراطورية الرومانية ما قبل دي قليديانوس فدقليديانوس هو ما كانش متعلم زي مثلا سيبليوم سيفيروس او ماركوس اوريليوس اللي كانوا واخدين تعليم عالي ومثقفين ما كانش يعني من عيلة نوبلاء كان يعني من اصول حقيرة باللغة العربية يعني نقول لك ضواطي هو استولى اصلا على العرش لا ما استولىش هو يعني ما هو كان كل واحد يمسك يعني 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 كل واحد كانت هي دي سلو بلاتهم بس هو حب يعمل اصلاحات فلما حب يعمل اصلاحات قالك قالك الفوضى دي جاية منين ان احنا الامبراطور ركب الحسان وطلع يجري يصد الفرس من الشرق ويطلع يجري يصد الباربيريانز من الغرب ومن الشمال فالك احنا نعمل نقسم البلد مصين يبقى امبراطور للشرق وامبراطور للغرب وبعدين عشان العملية تمشي ما يبقاش بقى كل واحد مسؤول عن الجيش وعن الناحية المادية الناحية المالية وبالتالي يبقى عنده كل القوة يعني مثلا واحد والي على مصر عنده الجيش والسلطة المالية والسلطة العسكرية يقدر يعمل فالك لا احنا نقسم الامبراطوريات نقسم الولايات فيبقى قسمنا اللي ماسك الفلوس مش ماسك الجيش طب افرد الاثنين اتفقوا يقول لك مصر بقى ما كانت واحدة واحدة تتقسم لاربعة طيبة الاولى وطيبة الصغرى واركاديا وغستامنيك فيبقى عندنا كده اربع مستويات اربعة للجيش واربعة للناحية المالية وخد بقى قص على ذلك كل الامبراطورية الرومانية فالحكاة دي وبعدين قالك طيب مش كفاية ان يبقى عندنا اتنين اباطرة كل واحد عشان نضمن الاستمرارية كل واحد انا امبراطور بالدرجة اغسطس يجي امبراطور اصغر مني بدرجة يوليوس وبعد فترة احنا نستقيل والامبراطور اللي بدرجة يوليوس يترقى يبقى بدرجة اغسطس وياخد تاني وبكده يبقى احنا عندنا النظام يسموه التترارشي اللي هما اربع رؤساء اثنين قيصر واثنين اغسطس اه بعدين انش هناخد سبتمبر المهم اثنين اغسطس واثنين القيصغ اثنين يوليوس فاب... اه عمل النظام ده طبعاً نظرياً ده بيبقى كويس بس عمليا ان بقى ما بقى عندك امبراطور واحد بقى عندك اربعة بقى ما عندك جيش واحد بقى عندك مثلا في مصر بقى ما جيش واحد بقى عندك اربعة ومش بس اربعة ده تمانية لان فيه واحد مسؤول عن الفلوس وواحد مسؤول عن الجيش وبالتالي بقى عندك نوعين من 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 الشغلانة دي عندك مسؤول عن ده ومسؤول عن ده وبالتالي هو محتاج ان هو يدفع فلوس للناس دي ففكر قالك طب احنا نعمل ايه نعمل حصل عملية تضخم شديدة ودي نقدر نلاقي ان العملة بعد اما كان تقيلة دايما العملة بتبقى قيمتها الحقيقية اقل من قيمتها الوزن يعني مثلا اسمع ان ريال الملك فاروق دلوقتي بقى الف جنيه ما هواش بعشرين قرش ليه لانه قد كده وفيه فضة كمية فضة كبيرة دلوقتي لو عندك خمسة عشرين قرش هتلاقي بتاع قد كده ما تجيبش بتلاتة سغ فضة ومعدن وبالتالي نلاقي ان العملة فضلت تصغر 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 ده يدل على ان حصل انخفاض في مستوى المعيشة وتضخم كبير حاول يعالج الموضوع ده في سنة متين تسعة وتسعين بانه هو يعمل منشور الى الاسعار الجبرية فنقولون ان احنا ننقل من حتة دي للحتة دي بكزا لكن ما جابش نتيجة فقالك طيب نبتدي نشوف فلوس عايزين فلوس الجيوش دي هنأكلها ازاي والموظفين وكل الكلام ده ما الامبراطور ده لو سكرتاريا ولو شغلانة طويلة عريضة وحرس وخلافه طيب الامبراطور ده نعمل له ايه قالك طب حل تاني نبتدي نعمل مصادرة لاموال الاتباع بدعة ادباع ديانة ماني دي باعتبر انهم جايين من الفرس فدول الاعداء بتوعنا ناخد منهم فلوسهم وناخد منهم حاجتهم بس بتوع ماني دول كلهم خمس زلمات على رأي اخواننا الشوام ما عندهمش فلوس كفاية وبعد ما خد فلوسهم وكان في قارية في الدخلة اسمها اسمانة الخراب او كيلس القارية دي اختفت تماما ووصلت لنا يعني الكتبات بتاع اتماني عن طريق كيلس لان جاي ديقليديانوس وشالها دي يعني من معلوماتنا اللي منوصل فيها لاباع اماني بس مش هما دول كتار طب الشرق ده ده اكتر ومسيحي طب مين اللي معاهم فلوس في الشرق اللي معاهم فلوس في الشرق الاسقفة فاحنا هنبتدي نصادر فلوس الاسقفة راية ماشي خلصنا فلوس الاسقفة يبقى ندور على فلوس الاسس خلصنا فلوس الاسس فانتدور على الشعب خلصنا فلوس الشعب طب ما الشعب ده بيأكل وبيشرب يبقى احنا عايزين نخلص من الشعب ده في الفترة دي ديقليديانوس يعني اول عمل اول منشور وتاني منشور تالت منشور كان هو استقال وراح قاعد في سبيلت في البحر الاسود قاعد تشمس وخلاص وطلع معاش وجاب بقى الانيال منه اللي هو القيصر بتاعه اللي هو جالاريوس جالاريوس ده امه كانت آآ كاهنة وسانية وكانت متعصبة جدا ويعني ورضعت التعصب بتاعها لابنها وهو ده اللي المسؤول عن الاتحادات اللي حصلت في الشارق فهو المسؤول اللي خط المشكلة المشكلة كل التعضات بتاعت الشارق هي حصلت في عصر جالاريوس بعض المصادر بتقول ان هو كان بيحرك ديقليديانوس هو اللي كان بيحضر ديقليديانوس وهو اللي يعني كان متعصب جدا لحده بما في سن 311 اصيب بمرض فقال لهم خلاص احنا هنسمح بالمسيحية انها تبقى موجودة ويصلولي عشان يحلوا عنه فدي الفكرة الاساسية اللي حصلت طبعا بالاضافة لكده دايما لما بيحصل ازمة اقتصادية دايما بيدوروا على كابش الفداء ما كانش عندهم الفكر انهم يحللوا زي ما حللوا لكم الموضوع ده فيقول لك كابش الفداء ده ايه احنا كنا عاشين ايام الامبراطورية في هانا ونغنغين واخر حلاوة لما المسيحيين دول كترو البلد اضف طقرت وجابولنا الفقر وبالتالي حصل نوع من اللي نقدر نقول ايه الاتتتود العدائي الناس العدائي ايه بقوا عدائيين ليهم وبالتالي ده يعني اثر كتير اه اه في الموضوع اه اضف الى ذلك يعني الناحية الصخفية الناحية الدينية الناحية الاقتصادية وهو المهم والناحية العسكرية العسكرية جلاريوس حاول يصد الفرص في الاول وتهزم وبعد كده رجع وانتصر عليهم بعد ما انتصر عليهم رجع فارش ريشو وقال لك ده انا هنا انا اللي جبت لكم الناصر العظيم انا وبالتالي ده اثرت انه هو يطلع في الموضوع ويزود الموضوع ده باختصار كده تدينا فكرة الصورة اللي بناخدها من السير القديسيين بتعتبر صورة مغيرة لان احنا سيرت القديس مش هدفها انها تدي بحث تاريخي بقدر ما هدفها انها توصل ازاي ان الواحد لا يستحمل ويصبر على اشان يقدر ينال الملكوت والسيرت القديسيين بتهتم من ناحية الرعوية فما بتهتم مش بالسرد التاريخي يعني مثلا ابونا عايز يكلم عن سيرت القديس فلان فما بياخدش باله ما احترمي طبعا لابونا ما ياخدش باله ان هو بيقول مثلا وكان القديس محبوسا في زنزاناته بمفرده ويصلي قائلا ويجب لك صلاة لمدة صفحتين ثلاثة ليه لان ابونا مش عايز يعمل بحث تاريخي او عايز يعلم الشعب يصلي ونقدر نعرف من حكاية الصلاوات دي مثلا الصلاة دي كتبت امتى يعني مثلا يقول لك يا عذرة يا ام الله كذا 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 يبقى نعرف انها كتبت في حدود القرن الخامس لما كانت كلمة سيوتوكوس دي هي المهمة فسواء ابونا ده كان اسقف بطرك اسيس الى اخيره هو مش هدف ان هو يعمل بحث تاريخي هو هدف انه يعلم الشعب وهدف نبيل وتعليم الشعب عايز يعلمه بطريقة سهلة وبسيطة بحيث انها تدخل في قلبه في قلب الشعب ويحطها على لسان القديس فبتلاقي العملية جاية كده هو وبغض النظر بقى على لكن من اي سيرة من القديسين لو اي واحد منكم حب يعمل محضر يدخل في محضر يقول له اسمك فلان الفلاني عنوانك كذا كذا تاريخ ميلادك او مثلا في يوم كذا كذا دايما بيرتبط الزمان والمكان والشخص وهو ده اللي بنلاقيه في سيرة الاباء القديسين الشهداء يقول لك مثلا ماريمينة من بياض وخمستاشر هاتور تربط الثلاث احداث زول الاسم الزمان المكان بعد كده اتعذب ثلاث عزبات اتعذب خمس عزبات اتعذب عشرة عزبات دي مش هي دي المهم المهم هو التلاث حاجات النقطة الاساسية اللي لحد دلوقتي اي محضر او اي حاجة اسمك الزمان المكان دي كده فكرة مختصرة قوي عن دخليديانوس وطبعا احنا بندي فكرة دي ببنية مش بس على كتاب التاريخ اللي هو كتابين التاريخ اللي حلاتنا اللي هو الاكتانيوس اللي هو موت المتهدين وكتاب يوسابيوس القيصري انما بنبص برضو لحاجات كتيرة من ضمنها النصوص الغير ادبية زي مثلا المعاهدات وخلافه وخلافه بنبص برضو الى العملات بنبص الى الحاجات دي وبنحط كل قطعة جنب التانية عشان في الاخر نرسم الصورة كمان اوزل وشكرا للاسئلة يعني هل ما يعني هو بينقال انه جالاريوس بحكم انه هو كان حاقد ونقم على المسيحية كان احد المحردين او المحركين لديقليديانوس لكن السؤال السؤال بيعتبر حضرتك كمان في الابعاد في الادب الابطي طيب ها يعني مساحة الاهتمام بديقليديانوس كمتهد وصاحب الاتهاد الكبير في الاتهاد الروماني اه كان عايز يعمل اصلاحات وعمل النظام الرباعي وده اغسطس وده قيصر وده دوكس وعشان خطر يزبط الامبراطورية ويقدر يسيطر عليها وزود الضرائب والتضخم وما الى ذلك اللي حضرتك ذكرته لكن طبعا التاريخ الكنسي بيأكد على انه اصار اكبر اضطهاد على المسيحيين في انحاء روم وانه هو ايضا اول من اصدر امر بحرق كنيسة نيقوميديا دي في اليونان حرق كمان اه في اسية الصغرى الكتب المؤدسة والابض على الاكليروس وصدر مرسوم ان اللي ما يقدمش القرابين للأوسان وحرم العبيد المسيحيين منهم يتحررهم لا شك ده اللي دفع الكنيسة الابطية انها تضع التقويم بتاعها وتضع السنة بتاعة ديقليديانوس يعني بداية للتقويم بتاعها ماذا تقول في الكلام؟ من ضمن الحاجات اللي يعني نسيت اقول لكم عليها ان ديقليديانوس عمل سايكل على بالنسبة للضرائب على الارض فالارض عمل لها تقويمها لو عندك فدادين بور بعد خمستاشر سنة هنيجي نقويمها وهنقول الارض دي كانت مثلا بور دلوقتي بقت ارض زراعية كويسة يبقى بقى ما هناخد عليها اتنين في المية هناخد عليها خمسة في المية بعد كده هو ممكن تقل وتزيد وده اتعمل اسمه الانديكتوس خمستاشر سنة ويرجع كمان خمستاشر سنة ودي بتأثر في الدورة الضرائبية وفضل الانديكتوس ده شغال لحد قرن الثامن من قرن الثامن والتاسع ابتدين احنا نحط تقويم الشهداء يعني التقويم الشهداء ما ظهرش في القرن الرابع او الخامس وخدوا سنة ديكليديانوس لما وصل الحكم بينما الاضطهاد حصل بعدها بتسعتاشر سنة فكلمة التقويم الشهداء دي ما ظهرتش غير في قرن السابع التامن التاسع لما عندنا بقى متهدين تانين اه طبعا واخد بال قدسك يعني احنا بنعمل عملية اسقاط دي حاجة الحاجة التانية ان لو خدت بالك في الناروز يا ابونا ما بنكلمش على الشهداء بنكلم على بارك كليد السهنة وبنكلمش على كلمة شهداء خالص التقويم كان قبل المسيحية بكتير وفضل زي ما هو الناما حطينا ديكليديانوس لما عندنا نوع تاني من المتهدين وبنحاول نعمل البروجيكشن عليه نقول لهم شايفين او شوف مات ازاي او برضو مصير اللي بيتطهدنا اخريت وحشا ده باختصار يعني والله اعلم هو ده حقيقة انه عند الخلفية التاريخية انه ديكليديانوس ما كانش الواحده يعني معاه جالاريوس معاه ماكسيميان برضو اشتهر معاه والي اسكندرية والي انصنة دول كانوا كانوا متاهدين واشتهروا جدا في السير كمان مش هو الوحيد اللي مات موتة شنيعة يعني في الكتاب في الكتاب بتاع نهاية المتاهدين او موت المتاهدين اللي كتب والعلمة لكتانتيوس كتب يعني في اعتقد انه التاريخ صنف حقب الاطهد والاستشاد بعشر حقب وقالوا انه نهايتهم كانت نهاية ماتوا شر ميتة ومن ضمن ديكليديانوس لكن طيب لماذا حضرتك استاس في الليتورجية لماذا ربطت سير القديسين واسنكسار القديسين والشهداء حياة ديكليديانوس وامبراطوريته بعناصر محلية وجغرافية في كتابات السير يعني اش عجب انتقي هل له رمزية معينة اش عجب ديكليديانوس اللي في معظم السير وربما معظم السير المرنمة واللي استخدمت في التماجيد واللي استخدمت في المدايح ايضا تأتي سيرة ديكليديانوس كرمزية للاتهد هوا بص اب هنا يعني احنا بنقول الكنيسة الابطية هو اساسا دي جايلنا من عند الاروام عندنا كان سيرة للقديس تدروس الشهيد تدروس او طوادروس والسيرة ما جاتلناش غير بالقبطي لكن اه لما نقرأ السيرة بالقبطي ما نفهمهاش لازم نترجمها يوناني عشان نفهم فبيقول مثلا اه ان كنتوا لازم تزرعوا الشجر الشبوي عشان تبينوا انه كنتوا تحت سلطان الفورس طبعا ملهاش معنى بينما شجرة الشبوي اللي هي شبك شجرة اللبخ باليوناني اسمها شجرة البرسيا فانا كنتوا تزرعوا شجرة البرسيا عشان تبينوا انه كنتوا تحت سلطان البرسيس من ناحية تانية عندنا كان بيقول وانت اسمك هيبقى ديوكلتيانوس عشان تضطهد المسيحيين طبعا ما فيش اي حاجة في الابطي تي او في تعطي ضد بينما في اليوناني فيه فربي اسمه ديوكيو ديوكيو يعني معناها تضطهد فبيلعب في الكلام بين ديوكيو وديوكلتيانوس وبالتالي حكاية فكرة ان ديوكلتيانوس هو اللي مضطهد دي جيلنا من الاروام واحنا خدناها منهم من الافشة دي عرفت ان احنا بنتعارف هما بيحبوا الافشات قوي فيحبوا يحطوا الحكاية دي نقدر نعرف السيرة دي كانت اساسا يوناني وبعد كده ترجمت لابطي واليوناني فقد لكن لم يبقى غير النص القبطي ولا نفهمه الا ما نترجم الكلمتين دول دي يعني من الحاجات اللي احبها لكن هو باعتبار ان هو كان المسؤول وكان كبير الحكم الروماني فاي حاجة بتنسب اليه سواء كويسة ولا وحشة يعني لما اقول مسلا خوفوا بنا الهرم ما هواش خوفوا اللي شال الحجارة وتاع انما افوقته ان هو اللي ابتده ايه من الهرم حتى لو مات في النص مش مش مشكلة فهي دي اللي حصل مع دي خليديانوس الراجل يعني ابتدت جالاريوس قعد زق زق فيه قال لك يا الله عايز تخلص عايز تاخد فلوس خد من جماعة دول مرايشين وعندهم فلوسه بتاع خد الفلوس من عندهم وبعد كده هو استقال ولما استقال وقعد على بحر البلطيقي تشمس اه قال لك ده في عهده فكل ما ينسب اليه محدش بينسب جالاريوس خالص مش هتلاقي له ولا سيرة بينسبه لجالاريوس بل بالعكس بقى طلعت اساطير تانية انه هو في اخر ايامه كان قاعد في انطاكيا رغم انه كان قاعد في سبيلت وانه في اخر او سرايف وحاجة كده هو وانه في اخر ايامه اتعامه ولما اتعامه بقى ام العيال يقولوله ايه احنا مسيحيين يقعد يحدف عليهم طوب ويقولهم انا ورجعت تاني هموتكم يعني اللي هو من نظام ايه عبيت القارية اللي بيظهر في افلام الاربعينات فهي نظام عبيت القارية بالضبط اللي هو ودي جت لنا في سير كتير قوي من ضمنها سيرة ايسيدوروس من ضمنها سيرة ايه قلاديوس الانطاكي وغيرهم وغيرهم انه هو ايه ديقليديانوس اصبح بلا شك انه هو قال عبيت القارية في انطاكيا لهو كان عاد في انطاكيا ولا اتعامه ايه اهم السير لحضرتك تذكورها ومن خلال عملك في المخطوطات وفي الليتورجية وفي السير اللي ارتبطت بالزمن بالحكمة بتاع الدقليديانوس ما هي بقولي القدسك هو اقدم سيرة من اقدم السير اللي هي يعني وصلت لنا مقارنة يعني قريبة جدا من الاحداث واحد اسقف اسمه فيلياس اسقف تموي او تمي الاماديد دي من اقدم السير نفس ملاوين يعني اه لا اه بلس رابيون تمي الاماديد اه ده من اقدم السير وتلاقي سيرة صغيرة اقد كده كل ما اللي ينايح المتنيح المقدس يوسف من الابط نعم ترجمها المتنيح المقدس يوسف حبيب من الابط الله ينايح نفسه لكن يعني السيرة كل ما كان الراجل بوبيلر ومحبوب كل ما سيرة بتكتر ليه زي ما قلت لقدسك مثلا الكاهن او الاسقف عايز يعلم الشعب الصلاة فيروح حاطط واق صلاة كده على لسان القديس مثلا يقوله ايه اللي انت لابسه ده يقوله الصليب يقوله ده صليب العار يقوله حاشا لي انا ابتخر الا بصليب ربنا يا سوع المسيح فهو الهدف ما هواش انه هدف انه يعمل بحث تاريخي ما هواش جايب معاه ريكوردر وبيسجل اللي بيقوله انما هو عايز يعلم الشعب بتوعه الكتاب المقدس وزي اللي بيقروا ويكتبوا الكلام ده كانوا ليليين فهو عايز يعلمهم من خلال القصة لطيفة ظريفة ايات من كتاب المقدس صلوات وخلافه فيه حاجة فيه بعض فيه قصة اسمها اغربيطة اغربيطة او جحدة دقليديانوس ماذا عنها ماذا عنها القصة فوركلورية لطيفة احكيها لكم يعني كده باختصار يعني ان هو طبعا قصة ان هو كان في بلد اسمها المنشاء او ابسوي وكان الاسقف بتاعه اسمه بسادة وقال له في يوم من الايام انت هتموتني قال له ازاي ده وكتاعه هو كان بس دي مش حقيقة ان هو كان في المنشاء او ابسوي دي وكان هو عنده موهبة ان هو يمسك الفلوت بتاعه ويزمر امل حسنة ترقص فبعد كده هو حبه عايزين مجندين فراحهم لابسوي دي وجابوا منها وهو كان طويل وعريض على حسب القصة فخدوه فهو قاعد بيشوف الحسنة فبص كده قاعد زهقان فقاعد يضرب على الفلوت بتاعته ولا الناي فالحسنة قامت ترقص فبنت الملك شفيته قالت انا عايزة اتجوز من دا يا بنت اهمادي لا انا عايزة من دا يا ابا فجوزه لها بعدين ظهر له الشيطان وقال له انك انت نعم بنت مين بنت الملك هو بيقال انه نوماريوس بس مش هي الحقيق مهم بس فتجوزته بعدها بيومين الملك مات فهو بقى الملك فظهر له الشيطان قال له شوف انا خلتك ملك خد معاك مكسيميانوس ذا برضو عشان تقضوا على المسيحيين وبعد كده هو بقى اصدر القرار بانه هو اقتله وراح لل للأنبا بسادة بتاع المنشاية اللي هو بسوي وانتهت قصة لطيفة ظريفة بس تاريخيا مش مزبوطة يعني زي بسطورة يعني كده لا هي يعني ايه قصة كده لطيفة ودماء خفيفة اه حلوة كده خفيفة شكرا دكتور شكرا كتير اشكرك كتير وربنا يعودك كل خير عن ما علمتنا اياه احبائنا واخوتنا اللي بيتابعونا عبر المنصة التعليمية الاسكولة في مدرسة تيرانوس بشكركم كتير على استماعكم وبمعاونة ربنا نلتقي في دروس جديدة كل سنة وانتوا طيبين النهاردة احنا اول محاضرة في السنة العشرين واحد وعشرين ربنا هيجعل هذه السنة سنة افضل وتمجد اسمه ربنا له المجد في الكنيسة الان كلها وانتوا هتضل كلها امين شكرا لكم